أقيم في العاصمة العمانية مسقط احتفال رسمي لتتشيني كنيسة القديس حارث بن كعب النجراني وذلك خلال صلاة الشكر التي ترأسها البطريارك يحن العاشر بطرياركو أنطاكيا للروم الأرثوذكس وشارك في صلاة الشكر المطران غطاس هزيم متروبوليت أبرشية بغداد ولكويت وتوابعها للروم الأرثوذكس وجمع من الأسقفة والكهنة إلى جانب ممثل وزير الأوقاف العمانية السيد أحمد البحري وحشدون من الرسميين والمؤمنين من مختلف أنحاء الأبرشية وفي كلمته أكد المطران هزيم أن عمان هي بلد المحبة والسلام والأخوة والتسامح والعيش المشترك وهذه هي القواعد التي أرساها المغفور له السلطان قابوس الذي قدم قطعة الأرض لبناء هذه الكنيسة عليها